تواصل مناورات حلف شمال الأطلسي درع نيبتون 2022 عملياتها شرق البحر المتوسط في رسالة واضحة لروسيا تهدف لاستعراض قوة الحلف وتشارك في العملية حاملة الطائرات الأمريكية USS Harry Truman ومعظم الدول الأعضاء في النيتو ستشارك في هذه المناورات لسيما بريطانيا وإسبانيا وفرنسا وتركيا وألمانيا وبولندا ورومانيا وإيطاليا ومن المخطط أن تختتم المناورات غدا في الحادي والثلاثين من شهر مايو الحالي وفي هذه الأثناء اعتبر نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي النيتو أن الحلف في حل من التزاماته السابقة بعدم نشر قوات في أوروبا الشرقية وأوضح أن مهاجمت روسيا لأوكرانيا أفرغت القانون التأسيسي للعلاقات المشتركة والتعاون والأمن بين روسيا والنيتو أفرغته من مضمونه وأشدد نائب الأمين العام لحلف النيتو على أنه لا قيود على الحلف بأن يكون لديه حضور قوي في الجناح الشرقي لضمان أن كل متر من أراضي النيتو محمي بموجب البند الخامس وفيما لم يذكر نائب الأمين العام للحلف تفاصيل عن أي نشر مخطط له لقوات النيتو توقع وجودا قويا ومرنا ومستداما على حد وصفه ترجمة نانسي قنقر